مركز مدينة بودروم في الجنوب الغربي لتركيا اختلف بشكل واضح عما كان عليه قبل نحو شهر من الآن افرغت الشوارع والاماكن العامة ممن كانوا يقيمون فيها اقامة مؤقتة حتى يحين موعد رحلتهم الى جزيرة يونانية الصحفي محمد جان والذي يتابع ملف المهاجرين في مدينته السياحية اساسا والتي تحولت في السنتين الماضيتين الى مركز للهجرة غير الشرعية تحدث لنا عن اسباب هذا التغير هناك عدة اسباب لعدم وجود لاجئين ومهاجرين الان عبرزه الاتفاق بين تركيا والاتحاد الاوروبي والذي تركز عليه تركيا بتشديد اجراءاتها الامنية عند سواحلها الغربية التي تعد مركز انطلاق اللاجئين والمهاجرين نحو الجزر اليونانية ومنها الى اوروبا ثم هجمات باريس التي اخافت الراغبين بالهجرة ثم عامل البرد وفصل الشتاء وشددت تركيا من اجراءاتها الامنية من خلال تكثيف جولات خفر السواحل الذي احتجز المئات مؤخرا ممن حاولوا الهجرة ليس فقط من عرض البحر بل ايضا من مراكز المدن والسواحل التي ينشط فيها رجال امن بالزي المدني لسهولة تحركهم في الاوينة الاخيرة تم تكثيف عمل خفر السواحل والمخابرات التركية في المناطق الساحلية حيث كان المهاجرون في السابق ينتشرون هنا على هذا الساحل بكثافة ويريدون الوصول الى جزيرة كوس في الجهة المقابلة ولكن لا وجود لهم الان بسبب تكثيف التجديد الامني الاخير بعد الاتفاق بين تركيا والاتحال الاوروبي ورغم الاجراءات الامنية المشددة الا ان فكرة الوصول الى شاطئ الامان الاوروبي على الجهة المقابلة لا تزال تراود من اضطروا الى الخروج من بلدانهم بسبب الحروب من يتجول في مركز مدينة بودروم التركية يدرك ان المدينة قد افرغت تماما من السوريين وكل الراغبين بالهجرة خصوصا بعد الاتفاق بين تركيا والاتحاد الاوروبي وما ترتب على ذلك الاتفاق من اجراءات تركية بعد حصول تركيا على دعم بثلاثة مليارات دولار بخصوص اللاجئين فكل شوارع ومراكز مدن الساحل الغربي في تركيا كانت قبل نحو شهر من الان تعج باللاجئين والمهاجرين من السوريين وغير السوريين ويظهر الفرق واضحا عند المقارنة بين ما رصدناه قبل الاجراءات التركية الاخيرة وما هو عليه الحال اليوم وهو ما يؤشر بحسب مراقبين الى ان الاتراك قد بدأوا في تغيير سياسة التساهل مع انطلاق المهاجرين نحو اوروبا من السواحل الغربية لتركيا على مصبحات الحرة من مدينة بودروم جنوب غربي تركيا